اكد سمو الشيخ حمدان بن زايد الانهيان ممثل الحاكم في منطقة الضفراء رئيس هيئة الهلال الاحمر الاماراتي ان الامارات بقيادة صاحب السمو شيخ ليفة بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله كانت وستظل من اكبر المناصرين والدائمين لاوضاع اللاجئين حول العالم وانوها سموه في هذا الصدد بالعديد من المبادرات المبتكرة التي تمنتها الامارات مؤخرا للمساهمة في تحسين اوضاع اللاجئين والتي من اهمها الحملة الصحية التي تنفذها هيئة الهلال الاحمر الاماراتي حاليا لتطعيم اللاجئين في الاردن والعراق ضد فيروس كوفيد تسعة عشر واضف اسمو الشيخ حمدان بن زايد الانهيان في تصريح بمناسبة يوم اللاجئ العالمي الذي يصادف عشرين يونيو ان المبادرات النوعية التي تطلع بها الدولة لدعم قدرات اللاجئين تعزز الجهود الدولية لتخفيف وطأة المعاناة التي واجهونها بسبب اوضاعهم الاستثنائية وتعمل على توفير ظروف حياتي افضل لهم